وفقاً لوسائل إعلام إيرانية فإن مجلس الشورى استبعد ثلاثة مرشحين بارزين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران وهم علي لارجاني رئيس مجلس الشورى السابق والمستشار الحليل خامني ورئيس السابق محمود أحمد نجاد والنائب الحليل رئيس الجمهورية الإصلاحية إسحاق جهانجيري قرار مجلس الشورى هذا فتح الباب واسعاً أمام احتمالات أن يصبح رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيس رئيساً لإيران برغم أن لارجاني وجهانجيري شخصيتين من داخل بنية النظام ويقومان حتى الساعة بأعمال تتصل بمؤسساته لكن هل يؤثر استبعاد لارجاني بشكل مباشر على اتفاق الشراكة بين إيران والصين الذي وقع في نيسان الماضي أم أن له صلة باحترام لارجاني من المرجعية العليا في النجاف الأبواب الموصدة أمام رئيسي في النجاف فتحت له في طهران فيما لارجاني الذي شرعت له أبواب النجاف أغلقت في وجهه أبواب العاصمة التي خبرها التوال عقود كلاهما لارجاني وجهانجيري برغم اختلاف مدرستيهم السياسية إلا أنهما يتصفان بشخصية أقرب للعمل من داخل المؤسسة الحاكمة ومحاولة إصلاحها بتدريج دون الانقلاب عليها ودون التمرد أو العصياني للولي الفقيه من هنا سيشكل استبعاد الثنائي تصرفا استفزازيا لجمهور الشخصيتين التي تتمتعان بحضور وسط فئات مختلفة من الشعب ويمثلان بارقة أمل للمحبطين من الإيرانيين المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر